ست وثلاثون عاما رسمت تاريخ وحدة خلقت كيانا ظل المؤثرة في المنطقة وهو الذي يجري قمتين سنويتين واحدة استشارية تجرى عادة منتصف السنة وأخرى عادية تتخذ فيها القرارات نهايتها شهدت العاصمة الإماراتية أبو ظبي أول انطلاق منتصف العام 1981 وفيها أعلن عن إنشاء المجلس بفكرة المغفور له الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه فيما أقرت قمة الرياض في آخره الاتفاقية الاقتصادية وفي قمة المنام عام 1982 أقر بناء القوة الذاتية لدولها وإنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار وكانت أبرز قرارات قمة 84 في الكويت الموافقة على الصيغة التي تنظم حق تملك المواطنين في الدول الأعضاء لتأتي قمة الدوحة عام 90 بالتزامن مع الغزو العراقي للكويت لتعلن حينها دول المنظمة كاملة وقوفها ومساندتها حتى كامل التحرير وبحثت قمة المنامة في العام 1994 ظاهرة التطرف والغلو وما تخلفه من أعمال إرهابية فيما دعت قمة مسقط 95 لشرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل وشهدت المنامة بقمتها عام 2000 توقيع على اتفاقية الدفاع المشترك وأعلنت قمة الدوحة عام 2007 قيم السوق الخليجية المشتركة فيما أقرت قمة الكويت 2013 إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس والذي صادق بقمة الدوحة 2014 على إنشاء جهاز شرطة خليجي 36 قمة رئيسية وما يقارب من نصفها تشاورية عقدتها دول مجلس التعاون عنوانها الأبرز المواقف المشتركة في منظومة تحظى بثقل سياسي واقتصادي أثبت تأثيره على المنطقة والعالم